وزير الشؤون الخارجية الإيران محمد جواد ضريف يستقبل استقبال الأبطال في طهران اعترافا بالجهود الكبيرة التي بدلها وفريقه من الخبراء خلال الأشهر الأخيرة من أجل توصل إلى تفاهم دولي حول برنامج بلاده النووي وهو الاتفاق الذي اعتبر واعدا بتخفيف حدة التوتر إقليميا ودوليا في الكلمة التي ألقها بمناسبة هذا الإنجاز الديبلوماسي قال رئيس الإيران حسن روحاني متوجها إلى شعبه بعد أن مد يده إلى الجيران والعالم من أجل تفاعل بناء في المستقبل إلى غاية أمس كان الجميع يقول إن التخصيب يشكل تهديدا على المنطقة والعالم الآن الجميع قبل بفكرة أن التخصيب على الأراضي الإيرانية ليس تهديدا لأحد المفاوضات بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران حول برنامج ظهرون النووي بلغت دروتها الحاسمة خلال الأيام الماضية التي تزامنت مع اقتراب المهلة المحددة لإنجاز الاتفاق وقد تم تجاوزها ببضعة أيام لكن دون أن يترك المتفاوضون طاولة المناقشات في مدينة لوزان السويسرية لمدة تمانية أيام إلى غاية مساء الخمس عندما تحقق الإنجاز